زي ما اتكلمنا مع حضراتكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شاركة في الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين ده هي كمان سيادته ألقى كلمة مصر وأكد فخر مصر واعتزازها بمشاركتها الأولى كعضو في التجمع وأكد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء خلونا نتابع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا للتحادية أصحاب الجلالة والفخامة رؤوسية الدول والحكومات الحضور الكريم يسعدني أن أتحدث في هذه الجلسة التي تمثل فرصة مواتية لتبادل الأراء والتشاور في إطار من المصارحة لتعزيز الفهم المشترك للقضاء الدولية والإقليمية الرهنة كما أود أن أثني على تقرير الإحاطة المقدمة من رئيسة البنك بانك التنمية الجديد ومسيلي مجلس العمل البريكس وتعالف سيدات العمل وألية التعاون البنكية بالتجمع وأن أؤكد دعمنا الكامل لعملهم السيدات والسادة تؤمن مصر إيمانا راسخا بعمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيز الأساسي للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمان القوي لحفظ الأمن والسلم الدوليين إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية قد أوضحت بملادع مجال للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطابة الانتقائية التي أطحى النظام الدولي التاسم بها على حضور الكرام أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول الانتقائية من تصعد إشكالية الديون وعدم توفر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض ومن هذا المنطلق تلك مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل المؤثر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث أليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وأليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية أستاذ الحضور أود الإشارة كذلك إلى استضافة نصف شهر يونيو الماضي الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص ومنقشة أفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس وفي ذلك وذلك في ظل إيماننا بالدور المهم الذي يطلع به بنك التنمية الجديد في توفير التمويل المؤثر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية لا سيما في غطاعات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية ورقمية والتنمية الحضرية أصحاب الجلالة والفخامة أن توسيع عضوية التجمع البريكس بمطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد للأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ومن هذا المطلق تؤكد نص دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع دول البريكس وتكسيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة لا سيما تغير المناخ والنفاذ للتمويل المؤثر والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوة والتساع الفجوة الرقمية والمعرفية كما تؤكد مصر همية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية والاستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتشين مشروعات اقتصادية والاستثمارية وتنموية مشتركة لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات العمال بالتجمع في تكسيف التعاون بين القطاع الخاص واصحاب الأعمال في الدول الأعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة السيدات والسادة قبل أن أختتم كلمتي أود مرة أخرى تأكيد التزمس بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعزيز دوره في إرسال الأمن والاستقرار وزيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته